خبر تاني حضرات مبارح افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب برياضة البطولة الافريقية للريشة الطيرة اللي بتصدفها مصر ان شاء الله في الفترة من 12 لغاية يوم 18 فبراير وفعلياتها بتحصل في مجمع الصلاة المقطة في استاذ القاهرة الدولي وزي ما بنقول كل مرة وبنأكد مع كل خبر بنقوله لحضراتكم من النوعية دي ان بالفعل مصر اصبحت هي مقصد دولي لاستضافة كبرى البطولات القرية والدولية اكيد بفضل المنشآت والبنية الرياضية التحتية ودعم القيادة السياسية الواضح والملموس في الفترة الاخيرة البطولة دي بطولة مهمة ليه؟ لان الفائز بها يعني من منتخبات الرجال او السيدات حيتأهل بمجابها لبطولة العالم اللي حتستضفها الصين شهر ابريل اللي جاي ان شاء الله بالمناسبة البطولة دي بيشارك فيها 11 منتخب منتخب مصر للرجال موجود في المجموعة الاولى مع الجزائر وزنبيا واغندا اما منتخب مصر للسيدات فموجود في المجموعة التانية مع اوغندا ونانجيريا في المباراة الافتتاحية للبطولة مبارح فاز منتخب مصر على منتخب اوغندا 3-0 ونقدر نقول بداية زي الفول كمان دا جاي احلى كمان اشتركوا في القناة